السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب السنوية العامة. ومتابعين قناة الكرام دمتم بألف خير وصحة وعافية. النهاردة طبعا ظهرت معلومات جديدة عن تسجيل استمارة السنوية العامة لطلاب السنوية العامة ويسجلوها على الموقع اللي هو الوزارة النهاردة حددته بداية من عشر يناير النهاردة ان شاء الله يسجلوه. هنعرف ان شاء الله في الفيديو ده ايه الخطوات المطلوبة مننا وازاي يسجل استمارتها على النت وازاي اطباعها كمان وياردت تركز معنا في الفيديو عشان تعرف كل المعلومات ان شاء الله اللي هتفيدك في المعلومات في التسجيل الاستمارة بتاعتك ان شاء الله بإذن الله. لو تشوفنا الأول ما رأيك تدعونا باللايك والشير وتشترك في قناعك وتفعل الجرس حاني يوصل لك كل جديد بإذن الله والعايز اي حاجة منك تفيد تعليقات بإذن الله ان شاء الله. طبعا اكدت وزارة تربية والتعليم والتعليم الفني ان في اطار طبعا تدقيق وتنفيذ قاعدة البيانات اللي مو بعينها اليومين دول. تمام? مركزية والحقا انتما سواقا في مراحل لتدقيق بيانات طلاف الصف الاول والثاني العام وكذلك الصف الثالث واستكمال الملف الالكتروني للطالب مجتملا على الصورة الشخصية بنقرر اهو الصورة الشخصية تقرر اتاح التطبيق الكتروني خاص بقيام طلاب السنوية العامة الصف الثالث يعني بتسجيل الاستمارة الالكترونية. تمام? العام الدراسة الفين وعشرين ع الفين وواحد وعشر بداية من ايه النهاردة عشرة يناير. تمام? ووضحت الوزارة ان في اخطاب لا طبعا على استاذ المدارية تربية التعليم ان الخطوة دي في اخطاب الاستعلاد والتجهيز لعقد امتحانات السنوية العامة للعام الجاري. عقد امتحانات ان شاء الله السنوية العام هيكون فيه امتحانات ويكون لها نظام مختلف هذا العام وهنتكلم على النظام المختلف هيكون ازاي? وحرصا على بمان دقة البيانات والطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام موضحة انه يمكن يتمي ما يكانت كافة الاجراءات الخاصة بالتقديم للامتحان وتباعة الاستمارة. يعني كل التقديم ممكن يكون الكتروني طبعا عن طريق النت وتباعة الاستوانة وتباعة الاستمارة تمام? وتباعة الشارعات طبعا مؤمنة عن طريق المجمع الصناعي للأوراق. تمام? طبعا هتكون مجمعة ومدققة. واشارت وزارة البواية التعليم ان التسجيل الاستمارة بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البارد الالكتروني الرسمي الطالب. طبعا في بارد الالكتروني رسمي هنقول برضو عنها هننوها هاي الوقت ازاي? تمام? ولازي يمكن الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسة الالكترونية هنطبعا هقول لك عليها بكل حاجة عليه. لوا الحكومة وخاصة ومنازل. تمام? هقول لك على كل ده بس ايه? فيه واتباعا ان شاء الله. ونبهت وزارة البواية التعليم على المدرسة السنوية التأكيد من كافة الطلاب السنوية اللي عام بسرعة تسجيل الاستمارة الالكترونية مع توفير كافة وسائل الدعم. وذلك بعد مراجعة بيانات قاعدة البيانات المركزية اهو والتأكد من صحتها. طبعا لازم هتتراجع. وفي حالة وجود اي اخطاء في البيانات من التعديل عن طريق وحنة المعلومات في المدرسة. او بازن الله. تمام? من خلال البواية الاسمية للشكاوة الالكترونية ولا تتولى تتولى اقصى مدرات الاحصاء بمدريات التربية التعليم حل المشكلة. واكدت وزارة التربية والتعليم مهمة جدا. واكدت وزارة التربية والتعليم بان طباعة الاستمارة واعتمادها سيتم اتاحتها في وقت لحق. تمام? هنعرف ده ازاي الوقت. في رابط الرابط ده اهو. انا هسيقول لك تحت انسوا الله في سندوق الوصف. الرابط ده هتدخل عليه. تمام? الرابط ده هو ده اللي هدخلك على التسجيل. ماشي? طيب. اه هو الرابط هو اللي هندخلنا عليه. طبعا تسجيل استمار تقديم الامتحان للعام الدراسي عشرين واحد وعشرين عشرين عشرين عام. تمام? طبعا وقول لك صف اول صف تاني صف ايه تالي. متاح الان. التسجيل اهو الصف ايه الساس. بداية من النهاردة عشر يناير. متاح النهاردة. طيب. هيقول لك ايه? لكي تتمكن من ملء الاستمرارة وطبعتها ينبغي ان يكون لديك بريد الكتروني مدرسي خاص به. واذا لم يكن لديك عام الدراسي وممكنك الحصول عليه من خلال انشاء البريد الكتوروني مدرسي. آه عندنا اي الكونتين? اللي هاي بالاحمر مش نرائلها دي? وهي بالاسوي. اللي بالاحمر سيسجل على طول لو انا عندي بريد الكتروني. بريد الكترون مش على الجيميل لا. بريد الكتروني على الحساب المدرسي للحكومة عاملها. على اوفيس تلتمائة وستين. الحكومة عاملة برد الكتروني موحد. تمام? لكل الناس. طبع هتسجل بقى لو انا عندي. لو انا مش عندي هعمل حاجة اسمها انشاء حساب الكتروني. تمام? اه. هخش على الصفحة دي اللي انتم شايفينها قدامكم. الصفحة اسمها الحساب المدرسي الموحد للخدمات الالكترونية. في حساب معلم مدرس. ممكن احساب يعمل حساب. وحساب الطالب. انا اللي هيمنة طبعا النهاردة حساب الطالب عشان اقدر من خلاله اسجل في الاستمارة. اضغط الحساب الطالب. اه. هيقول لك الرقم القومي. سهل جدا طبعا الرقم القومي من بطاقة. لو انت لسه ما طلعتش البطاقة او اصغر من السبتاشر سنة هتجيبها من ايه? من المستخرج الرسمي بتاع الكمبيوتر. هتطلع بالكمبيوتر. شاهدت الميلاد المميكانة. لو مش عندك طبعا هتطلعها بسرعة بالسجيل المدني وانت واقف بسرعة. خلاص فيها الرقم القومي بتاعك. هتروح طبعا مدخلها من هنا. تمام? الرقم القومي. كود الطالب. طب كود الطالب اجيبه منين? من موقع الوزارة. من موقع ايه? الوزارة. وانا هسيب لك برضو في التعليقات في الوصف رابط الكود اجيبه ازاي? اجيب الكود منين? طبعا الكود هتدخل رقم قومي. لما ادخل رقم القومي هيطلع لك الكود بتاعك اللي هو اسميه كود الطالب. طبعا وهتغط هناك كود الطالب اقول له انا لست روبوت وبعد ايه اعمل ايه? اتحكم البيانات واخش بعد كده ايه? اجيب الكود بتاعي. ده لو انا مش عارف الكود بتاعه او مش عارف الحساب الالكتروني بتاعي. هبدأ من هنا تحكم البيانات وابدأ اكمل الحساب الالكتروني بتاعي عادي جدا. واحصل عليه في النهاية بعد ما اسجل كل البيانات الخاصة بيه. تمام? عمالة الحساب الالكتروني خلاص? ارجع بقى لصفحة بتاعتنا الرئيسية اللي هي بتاعي التسجيل. استمرت التقديم للامتحان. ماشي? اهي. هدغط بعد الزر الاحمر بعد ما اجبت الحساب الالكتروني. هدغط على الزر الاحمر اقوله تسجيل الدخول. اه. هيقول لك من فضلك ادخل البريد الالكتروني الموحد على منصة تلتمية وستين. اللي انت كنت عامله على المنصة تلتمية وستين. اللي انا حطيت في الرقم القومي والكود. خلاص? هدخله هنا وابدأ اسجل دخول. طبعا احنا ما عندناش رقم او ما عندناش ارقم طلاب فانا هقول لك ازاي من خلال الصور. ماشي? بس انت هتبص معايا لازم تشوف الاماكن دي كويس جدا. الاماكن اللي هتعامل معاها. ماشي? اه. من خلال الصور اهي. اول صورة معانا تسجيل الدخول. شايفين? اللي هو الزر بالاحمر. قلت لك تسجيل الاستمارة. متاح الان لتسجيل ومراجعة البيانات. تمام? من الاستمار اهو. شايف? ده الزر الاحمر اللي هدغط عليه الرقم في الخطوة الاولى. هيدخلني على اهي الصفحة التانية. قال لك من فضلك ادخل البريد الالكتروني زي ما احنا دخلنا الوقتي. هتدخل هالبريد الالكتروني الحساب الموحد اللي هو بتاع تلتمية خمسة وستين. ماشي? وتضغط على برضو الزر الاحمر ده وتقول له ايه? تسجيل الدخول. هيقولك طبعا دخل كلمة السر. طبعا هو بديك ايميل. شايفين الايميل اللي فوق ده? اه هو ده شكل الايميل. طبعا ده ايميل بتاع واحد مثلا مش يعني واحد تاني. خلاص? بيكون موجود في الرابط ده ويكون موجود فيه كود الطالب. يعني هيكون موجود. شايفين الكلام اللي بالانجليزي ده? ده هيكون ثابت مع كله. هيكون ثابت مع كل الطلاب. اللي مختلف بس هيكون الكود بتاعك. لان كل طالب مختلف لكود مختلف عن التاني. تمام? يعني حساب سهل جدا. هو ده ده محفوظه مع كل الطلاب. وده كود ايه? بتاعك. تمام? بعد ما اقول له. هدخل كلمة المرة اللي انا خدتها من الحساب الالكتروني الموحد المدرسي. بعد ما دخلته هقول له. تمام. تسجيل دخول. اه. هيروح مدخلك على الصفحة دي. يقولك ايه? تسجيل استمار تقديم الالكتروني للعامل الدراسي كزا. تنبيه هام. لازم نقرأ التنبيه ونرعي كويس قوي. يمكن حفظ البيانات. يمكنك حفظ البيانات في اي وقت ولكن كل كي تتمكن من تبعط الاستمارة. يمكنك ان تضغط على مفتاح الاعتماد. هنشوفه الوقت بعدين ده. بعد الاعتماد لن يمكنك تعديل البيانات مرة اخرى. اه. هقولك تعمل اسمور معي. هقولك تعمل ايه بعد كده? خلاص? ولا يمكنك تبعط الاستمارة في اي وقت. ولكن يمكنك تبعط في اي وقت. في حالة وجود بيانات خاص خاطئة. يرجى التوجيه من مسئولي للمعلومات بمدرستك لتعديل البيانات. وفي ذلك قبل اعتماد الاستمار. هنعرف بعد كده بس بالتفسير. اتسماعي بس في حتتين دول. ان انا عندي حاجة اسمها حفظ. وحاجة اسمها اعتماد. طب. ماشي. وهنا فتن بها مهم يتم التأكيد. تأكد من جميع بيانات الطلاب واستكمال باقي البيانات النقصة وتحميل صورة اربعة في ستة. صورة اربعة في ستة هتكون عندك هتحملها من الجهاز. هحملها ازاي? يعني ما صورها بالموبايل صورة مضيفة. وحطها على الجهاز واسحابها. تمام? او الصورة اربعة في ستة دي اصحابها سكانر عند اي حد عنده سكانر. اصحابها سكانر واسيلها معايا برضو. ودخلها من خلال ادراك صورة. تمام? يعني غرار تنبيه مهم. نجي بقى على الحتة المهمة. بعد مملي كل الكلام بتاعي تمام? وتأكد ان هو حطي لي كل المعلومات بتاعتي صحيحة. وحاجات اللي لاقصة انا زودتها اللي زي اللغة الاجنبيات التانية مواد التخصص. كل ده موجود. خلاص? عندي زرين. زر اسمه حفز. والزر اسمه ايه? اعتماد. زر الحفز ده بدغط عليه طبيعي بعد ما خلصت بياناتي. ماشي? مش هطبع الاستمارة. الا ما اضغط على زر ايه? الاعتماد. اعتماد ده معناه ان انا قفلت خلاص مع انت شان اعدل. طبعا انا لو عايز اعدل تاني اضغط حفز وبعد كده ادخل تاني اعدل زي ما انت عايز. خلاص? يعني لو انا عايز اعدل تاني في بياناتي هادغط حفز وبعدين بعد فقط اعدل تاني في بياناتي من خلال برضو قيمة. ما اضغطش على الاعتماد. لو كنت ضغط على الاعتماد يبقى كده بياناتي خلاص خلصت ما عادش ينفع اعدل ايه فيها. واضطبعت الاستمارة طبعا الاسمه مشتوحة الوقت ممكن تطبع الاستمارة فيما بعد. خلاص بس اهم حاجة عندي الزرين دول. ما حدش اضغط على الاعتماد الوقتي. اضغطها بس على زر ايه? حفز. اضغط على زر ايه? حفز. ماشي? لو انا عندي مشكلة بقى. في المعلومات اللي كانت موجودة. طبعا مش معلومات اللي انا حطها. انت هتلاقي عندك معلومات موجودة قريدي طبيعي موجودة عندك اسمك. كل الحاجات الموجودة هتلاقي موجودة عندك في الاستمارة. تمام? وده شكل الاستمارة. هيقى بالشكل ده كده زي احنا شايفين كده قدامنا. ده شكل الاستمار اهو. خلاص دي مسلا الاستمار الطالب عندك مشكلة في اسم المدرسة شايفين مدرية والتقدار التعليمية تاريخ الميلاد المحافظة الجنسية الديانة النوع التليفون رقم القاوم محافظة العنوان القسم كل ده بتكون موجودة عندك فين في الاستمارة كل ده موجود في الاستمارة عنوان السكن غلط طب اه لو ما تعدلش هقولك تعمل ايه اسم الوالد اسم ومهنته البرد الكتروني الموحد هيتحط موجودة عندك. هنا بقى الحاجات اللي هكملها اللغة الاجنبية اللغة الاجنبية التانية مواد التخصص الحاجات دي اللي بتتكمل شايفين ايه ده شكل الاستمارة بعد ما كون ميلتها ده مكان صورة الاربعة في ستة اللي انا هضغط عليها عشان اجيب صورة ايه اربعة في ستة خلاص بالنسبة لنا هي دي ايه الاستمارة بتاعتنا او الاستمارة بتاعتنا ولو فيها خطأ هقولك بتعمل ايه خلاص بس خطأ ايه خطأ هما كتبينه خطأ انت متعرفش تعدل فيه لكن اللي عدله عادي لكن الخطأ اللي مش هارف اعدله هنعمل ايه بقى الوقتي اه هنعمل حاجة اسمها تقديم شكوى تقديم شكوى ها اقدم فين الشكوى هسيب لك برضو الرابط بتاع الشكوى هسيبهولك تحت برضو في التعليقات هسيب لك برضو الرابط بتاع الشكوى فين في التعليقات اهه ده المكان اللي هسجل فيه الشكوى هتكتب هنا انشاء شكوى جديدة واتدخل نوع الشاكي ها اختار الاول ولا امر ولا طالب ولا موظف هتحط الرقم القوم بتاعك وكوري الطالب بتاعك وتحمل بعد كده البيانات وتكتب ايه انت في الشكوى بتاعتك فيه ايه خلاص دي اول حاجة لو انا عايز تسجل شكوى هروح للموقع ده بتاعي اللي هو بتاع تقديم الشكوى وهسيب لك الرابط بتاعه في التعليقات ان شاء الله باذن الله تمام اللي هو بتاع الشكاوي خلاص واكتب شكوى واكتب نوع واكتب رقم قوم واكتب ايه كوري الطالب طب انا مش عايز اعمل شكوى هنا وعايز اروح اعمل شكوى تانية اعمل ايه هروح للمدرسة بتاعتي ادارة المعلومات في المدرسة بتاعتي الخاصة بي انا هعمل فيها الشكوى دي. وهقول له عندي مشكلة في بياناتي. ايه? ما كتبين مسلا عنوان السكن غلط. كتبين رقم اسم الاب فين وقف حاجة نقصة. كتبين اي حاجة. خلاص من الاستمارة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها اللي احنا مماشيين بها هي الاستمارة بتاعتنا. اي مشكلة فيها. كل الطالب المدرية التعليمية غلط. انا مسلا تبعي القاهرة بس في ادارة تعليمية تانية مش مكتوبة ادارة تعليمية صح. اه الجنسية مخفيها وحاجة مشكلة. اه انه اي حاجة من الحاجات دي كلها. التليفون الارض او الهاتف المحمول. في مشكلة في الحاجات دي كلها. يا اما ابعد بيها شكوى على الموقع اللي انا قلتلك عليه. اللي هو بتاع الشكاوى. خلاص. اللي انا احطت لك سبق اهازل لك الرد بتاعه تحت في التعليقات. تمام? او هتعمل اي تاني? هروح لمدرسة بتاعتي. اعمل فيها شكوى ان انا عندي مشكلة في الحساب بتاعي. عندي مشكلة في الاستمارة بتاعتي. تمام? يبقى انا كده سجلت كل الخطوات بتاعتي. ماشي? يبقى انا كده يدر تسجل استمارتي واستمارة كويس. ما حدش يضغط على الاعتماد دلوقتي. استنى ما تشوفك بياناتك كلها وتأكد ان بياناتك كلها صحيحة. وبعد كده ضغط على كلمة ايه اعتماد. تمام? يارب يكون فيديو النهاردة ان شاء الله افادكم والشرح بتاع النهاردة ان شاء الله تكونوا استفدتوا به. والنهاردة بداية من اليوم هيبدأ تسجيل استمارات السنوية العامة للعام الدراسي الجديد. فياريت ان شاء الله نبدأ ان نسجل بازن الله. ولو عايز اي حاجة من اكتبه في التعليقات وهارض عليك ان شاء الله بازن الله. ولايك وشير للفيديو ودعمونا باللايك وشير عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. ولو دهت نشترك بالقناة وفعل الجرس حان نوصل لك كل جديد. وان شاء الله بازن الله وتستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.